السؤال الذي يوجهه السيد رئيس الجمهورية برهم صالح إلى مجلس النواب بأن أعلمونا من هي الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي والأغرب من هذا أجواب البرلمان العراقي أنه لم تشكل في الجلسة الأولى أو الجلسات الأولى البرلمان العراقي أي كتلة أكبر هل هذا سيحرج الرئاسات الثلاثة بأنها تشكلت بخلاف النص الدستوري؟ شكرا جزيلا تحيير حضرتك إلى ضيفك الكريم الأخ الأستاذ أحمد الشريفي إلى كادر ومشاهدي قناة التغيير الكرام جميعا هذه العملية السياسية في انتخابات 2018 بدأت بعملية تزوير كبيرة رافقتها ووصل صداها إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي وإلى العدل من دول العالم فلما جينا إلى وراء الإنعقاد لمجلس النواب كان يفترض أن الكتلة النيابية الأكثر وعددا تشكل في الجلسة الأولى وهذه الكتلة يجب أن يعرف اسمها زعيمها منه عدد نوابها منه وتعيد رسالتين الرسالة تبعثها إلى رئيس الجمهورية والأخرى تبعثها إلى رئيس مجلس النواب فهنا رئيس الجمهورية المنتخب هو الذي سوف يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر وعددا الذي حصل أنه في اليوم الذي تم بانتخاب دكتور برهم صالح رئيسا للجمهورية في قضون ساعة ليس أكثر دعا إلى تشكيل رئيس المزرحة وفي غرفة رئيس مجلس النواب محمد الحربوسي قرر تكليف عادل عبد المهدي بناء على ترشيح من سائرون والفتح لكن الملاحظ بعد التكليف أن سائرون والفتح من دمجوا يعني ما شكلوا كتلة نيابية أكثر وعددا كل واحد بقض من تحالفه وهذا ما لا يريده الدستور الدستور يريد الاندماج وتحديد الاسم الجديد ومن هو زعيم هذا التلاف مع الكتلة وين الرسائل اللي أعطيتوها إلى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الآن يبعث رسالة إلى مجلس النواب بمعناتها أنا ما وصلتني رسالة لا من الكتلة الأكثر وعددا ولا يجتني رسالة من مجلس النواب تشعرني من هي الكتلة النيابية الأكثر وعددا فقد وقع في الخطأ والخطأ هذا خطأ قاتل